السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا الأردن في عهد الخلافة العباسية طبعا زي ما حكينا طلابنا العزاء بالحصة اللي فاتت حكينا عن الأردن في عهد الخلافة الأموية وأكيد في نهاية درس الخلافة الأموية حكينا أنه صار في عنا ضعف بالخلافة الأموية وفي عهد الأموية فاستغل العباسيون حالة الضعف والتفكك اللي كانت فيها الدولة الأموية في أواخر عهدها حتى تكسب تأييد كل من كان ناقم على الأمويين وخاصة العناصر اللي كانت من غير العرب فاستطاع العباسيون عن طريق مراكزهم الرئيسي اللي موجود بيه خرسان والكوفة والحميمة استغلال الظروف الصعبة اللي كانت مر فيها الدولة الأموية طبعا حاولت الخلافة العباسية أن تقضي على حكم بني أمية وكان ذلك عندما التقى الجيشان الأموي بقيادة مروان بن محمد كان آخر خلفاء الأسر الأموية في المشرق والجهة العباسي كان بقيادة عبد الله بن علي العباسي في معركة الزاب على نهر دجلة عام 132 هجري 749 ميلادي طبعا بهذه المعركة انتصر الجيش العباسي وأصبحت بلاد الشام بيد العباسيين في البداية خليل نحكي عن منطقة الحميمة اللي موجودة في الأردن وكيف أنها هي عبارة عن منطلق للدعوة العباسية حكي لك بالنص التاريخي اللي أمامك أنه أقام علي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد الحميمة من أرض البلقاء وكان عبد الملك بن مروان أقطعوا إياها يعني أعطاياها حتى يبقى تحت ناظرين ولما نزل عنده ابن عمه أبو هاشم عبد الله بن محمد من الحنيفة حنفية عفا أحد أحفاد علي بن أبي طالب كان على علاقة كان بمحمد بن علي بن عبد الله العباسي اللي كان أصلا عايش بالحميمة طبعا تلقى تعليمه على يد أبي هاشم ولما اشتد به المرض في طريق للعودة إلى دمشق حس أنه رح يموت فما لا إلى الحميمة حيث يقيم ابن عمه العباسي وأعلم بحاله وأن الخلافة صائرة إلى ولده وكيف يصنع ثم توفي ودفن في الحميمة في سنة التمانية وتسعين هجري سبعمية واسطاش ميلادي الآن رح نعرف شو هي أهمية موقع الحميمة للعباسيين أول شي بالنسبة لموقع الحميمة هي تقع في جنوب الأردن ولها دور تاريخي عظيم كانت بحكم موقعها المنطلق الرئيس لمراكز الدعوة العباسية في خرسان والكوفة وكانت التعليمات تصدر من محمد العلي العباسي حتى تصل إلى مؤيدين العباسيين في كل مكان فإحنا هون بنعرف إن الحميمة هي أساس ومركز العباسيين من ميزات هذه المنطقة واحد وقوعها على طريق الحج وطريق التجاري اللي كان يربط بين بلاد الشام والحجاز من جهة والعراق ومصر من جهة أخرى وهذا سبب كافي حتى تكون منطقة مميزة لأنه زي ما بنعرف إنه أهم شيء يكون في عنا في المركز الخلافة أن تكون على طرق تجارية وخاصة طريق الحج الشامي اتنين من الميزات موقعها المتوسط بين الأقاليم الإسلامية في القديم تمام؟ وحتى نعرف مراكز الدعوة العباسية الخريطة اللي أمامك بتبين مراكز الدعوة العباسية يوجد عندي يا طلابنا أسباب اهتمام الخلفاء في عصر العباسي بالأردن إذن أذكر أسباب الاهتمام من الخلفاء العباسيين في الأردن أو علل اهتمام خلفاء العصر العباسي بالأردن أول شيء يرجع ذلك إلى سببين مهمات السبب الأول أن موقع الأردن كان متوسط وما زال متوسط على طريق الحج الشامي لكونه ممر للقوافل عبر الصحراء اتنين إنها تميز الأردن أو تميز الأردن بالإنتاج الزراعي وعرف في عهد الدولة العباسية باسم مخزن الحبوب مخزن الحبوب يعني دليل على كثرة الحبوب اللي موجودة في داخل الأردن إذن أسباب اهتمام الدولة العباسية بالأردن سببين مهمات هما أول شيء موقع الأردن وزي ما حكينا لازم موقع الأردن يكون أو موقع المركز يكون على طرق تجارية وطرق الحج الشامي وكان الأردن يتميز بهذه الميزة واثنين إنه كانت الأردن لها إنتاج زراعي وهذا كان زي ما منتذكر سبب من أسباب طبعا إنه يكون في عنا حضرات في الأردن وإنه في عهد الخلافة الأموية وغيرها من العصور إنهم كانوا على أرض الأردن والآن إحنا بنحكي عن العباسيين فكان هذا أيضا سبب مهم لهو الإنتاج الزراعي لطبعا اهتمام الخلافة العباسيين في الأردن هيك من نكون خلصنا الدرس يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته